وأخيرا تم إجلاؤهم من المدينة الموبوءة في تيتون سعى وراء العلم ولو في الصين لكن غيروس كورونا القاتل أفسد عليهم الدرس والتحصيل إجراءات أمنية مشددة وفحوصات دقيقة خضعوا لها لقطع الشك باليقين واجبروا على الإقامة داخل هذا المستشفى ومنعوا من الاحتكاك بذويهم عائشة جاءت هنا لتسترق النظر من ابنها أشرف ولو من وراء حجاب وزارة وصحة المغربية التي أعلنت حالة الطوارئ بالمستشفيات التي استقبلت المصابين نفت تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكدت أن الحالات الثلاث التي رسدت المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية تتعلق بالإنفلوانز الموسمية وليس بفيروس كورونا فطلب وصلوا خضعوا لفحوص الطبية تبين لأنهم في صحة جيدة يخضعوا للمراقبة الطبية هم مشهية مرضى ولكن لازم يبقى 21 يوما تحت المراقبة الطبية يخضعوا لصباح المساء للفحص الطبي وأخذ الحرارة هذا ولم تستبعد السلطات الصحية المغربية إمكانية إصابة مواطنين مغاربة بفيروس كورونا وإن كان الاحتمال ضعيفا بحسب مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة لكنها أكدت جاهزيتها لمحاربة أي حالة محتمل دهرها تطمينة السلطات الصحية المغربية لم تنتزع الرهبة من قلوب أهالي طلبة ووهان فهم ينتظرون بقلق شديد نتائج الفحوصات خاصة وأن كورونا من الفيروسات التي تبقى متنحية لمدة تفوق الأسبوع كلمة القرقوري العربي الرباط